بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية هذه المحاضرة بعنوان فريق التوجه والحركة يتوقع بعون الله بعد انتهاءك من هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تتعرف أعضاء فريق التوجه والحركة تفرق بين أدوار ومهام كل عضو في أعضاء فريق التوجه والحركة تتعرف ما يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تدريب الكفيف على مهارات التوجه والحركة يتكون فريق التوجه والحركة من أخصائي التوجه والحركة معلم التربية الرياضية معلم الصف الوالدين أو المربين لو لاحظنا الترتيب الزمني لهم من حيث بدء تعلم مهارات التوجه والحركة فالوالدين أو المربين هم أول من يقوم بتعليم الكفيف مهارات التوجه والحركة ثم أخصائي التوجه والحركة ثم معلم الصف ثم معلم التربية الرياضية وإن كان هذا الترتيب هو ترتيب غير ملزم سنتناول كل منهم بشيء من التفصيل أخصائي التوجه والحركة يقوم أخصائي التوجه والحركة بعدد من المهام تتمثل فيه إجراء أو تقييم الرؤية الوظيفية إثنان تدريب الطلاب بمواقع مختلفة ثلاثة تعليم الطلاب الصفر والحركة في البيئات المألوفة والغريبة أربعة وضع خطة تربوية فردية تناسب حاجات وقدرات وأهداف كل طالب خمسة تقديم الاستشارات للأسرة ومعلمي التربية الخاصة والعاديين والموظفين والأقران ستة مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على تطوير مهارات تمكنهم من الحركة بشكل مستقل سبعة تعليم تقنيات الحماية في البيئات والأوقات المختلفة تمانية استعمال أدوات ومواد وأجهزة لتطوير مهارات التوجه والحركة مثل الخرائط اللمسية والنمازج والمعينات البصرية مثل العدسات والتيليسكوبات والعصى البيضاء العدو الثاني في أعضاء فريق التوجه والحركة هو معلم التربية الرياضية يقوم معلم التربية الرياضية بعدد من المهام منها شرح وضع الملعب أو الصالة الرياضية والأجهزة الموجودة فيها والمستعدامة يقوم بالشرح للطفل الكفيف الضر الآخر الذي يقوم به أن يراعي أو مراعاة عوامل الأمن والسلامة للمكفوفين المشاركين في الأنشطة الرياضية فمن غير المعقول أن يحفزهم على مشاركة الأنشطة الرياضية ولا يوفر لهم عوامل الأمن والسلام المهمة التالية هي توفير الأجهزة ووضعها في الأماكن المناسبة استعدادا لبدء النشاط الرياضي وعدم تغيير أماكنها لكي يتمكن الكفيف من معرفة أماكنها في الممارسات القادمة تدريب حستي اللمس والسمع لدى الطفل أو لدى الكفيف نظر لدورهم في مراسة الرياضة اختيار الأنشطة والتمارين الرياضية التي تعمل على إصلاح وتشوهات القوام وتنمية الإدراك الكلي والتوافق العضلي العصبي لدى الفرد الكفيف أيضا يقوم معلم التربية الرياضية بتعليم وتدريب الكفيف على وضع الجسم السليم أثناء الجري والمشي والأوضاع الحركية المختلفة الملاحظة الدائمة للكفيف أثناء الممارسة وإبعاد كل ما يشكل عيقا أو خطرا لديه الاستعانة بوضع شواخص لمساعدة الكفيف على تعرف الملعب وعلى وضعه السليم داخل الملعب تدريب الكفيف على كيفية التصرف في المواقف الحرجة مثل كيفية السقوط مراعاة توفير عدد يناسب المكفوفين من المعلمين أو المرافقين لتكون الاستفادة من الحصة التدريبية كبيرة وأشكر لكم حسن استماع